موسيقى أهلا بكم أبطرت محكمة تستانا في ترابلس حكما باستبعاد لواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا وأعادته للمنافسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك وفقا لما أفادت به وسائل أعلام محلية في ليبيا في السياق ذاته أكد المتحدث باسم مجلس النواب أن رئاسة المجلس دعت النواب لعقد جلسة رسمية من الثلاثة لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية أيام معدودات على بدء السباق الرئاسي ليبي ومع اقتراب موعده يزداد المشهد السياسي تعقيدا وقتامة استبعدت منه أسماء ثم أعيدت إليه كانت تطاحن القانوني على أشده على مستوى دوائر التعون القضائية لإخراج ثلاث شخصيات جدلية رئيسية تملك أكبر الحظوظ للفوز بكرسي الرئاسة لكن مسألة المشاركة لتلك الشخصيات حوسمت على الأقل ظرفيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر يكسب تأشيرة مرور قضائية إلى صفوف المترشحين للانتخابات الرئاسية محكمة استئناف ترابلس قضت ببطلان حكم استبعاده من المنافسة الانتخابية الذي أصدرته محكمة الزاوية رغم عدم الاختصاص المكاني أيها شعب الليبي العظيم حفتر ثاني شخصية جدلية يتم إحادتها للمنافسة بحكم قضائي غدات إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية بحكم من محكمة سبعة هذان الأخيران يواجهان رفضا شعبيا واسعا وتهما بارتكاب جرائم حرب تنتزع عنهما شرعية التأهلي يقول الليبيون هذا الرفض تجسد بأحد أشكاله ببيان أصدرته مجموعة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في مسراطة رفضت عبره جراءات المفوضية العليا للانتخابات وعدتهم ممارسات غير قانونية تسمح بترشح من وصفتهم بمجرمي الحرب تطورات ادعت رئاسة مجلس نواب الليبي لاجتماع رسمي لمناقشتها لكن القول الفصل يظل معلقا حتى يوم الأربعاء حيث تنتهي مرحلة الطعون وتبتل مفوضية العليا بالقائمة النهائية للمتنافسين على الرئاسة للمزيد ينظم لنا من طرابلوس أسعد الشرتاء الخبير القانوني مرحبا بك معنا أستاذ أسعد يعني بقرار قضائي يستبعد هذا المرشح أو ذاك وبقرار قضائي أيضا يعاد إلى السباق الانتخابي من الناحية القانونية هل استوفت هذه الترشحات كل شروط القانونية للترشح وهل القضاء أيضا كان بمعزل عن أي ضغوطات في إعادة بعض الأسماء الجدلية إلى السباق الانتخابي مساء الخير سيد جمال بداية انتحية لك ولمشاهديك الكرام طبعا الصورة الأمثل في هذا الشأن تقريبا في كل دول العالم هو أن تكون الكلمة في هذه الإشكاليات للقضاء لأن هناك مساء متعلقة بتفسير القوانين وتطبيقها ومن تنطبق عليه هذه القوانين من عدمه لما يحصل إشكال نتوجهه إلى القضاء لكن في حالة ليبيا بداية من آخر فقرة في سؤالك وطبعا القضاء الليبي تعرض لضغوطات شديدة ما حدث في سبها شاهد على ذلك كذلك أعتقد أن رسم هذا المشهد بهذه الصورة تم من عدة جهات حقيقة من القانون المعيب الذي أصدره عقيلة صالح ومنح الاختصاص المكاني بالمخالفة لقانون المرفعات الليبي والمعمول به بمعنى أن إذا أردت الطعن في مرشح الماء فعليك أن تذهب إلى موطن المطعون ضده ومثلا في حال حفتر يجب أن توجه إلى بنغازي ومعروف أن المنطقة برمتها هناك خارج سيطرة الحكومة ولا يستطيع أحد العمل أو التوجه إلى القضاء بكل رياحية ما حدث في الجنوب كذلك يؤكد هذه المسألة حيث قوات حفتر قامت بمحاصرة المحكمة في البداية منعوا القضاء ثم منعوا بغض النظر من موقفنا من سيف الإسلام لكن هذه الصورة تؤكد أن هناك ضغوطات وأن في بعض الأحيان القضاء الليبي لم يكن يعمل بمعزل وبحرية تامة القضاء الليبي وقع تحت ضغوط عدة أولا هذا القانون معيب به كثير من الإشكاليات الحقيقة بالإضافة إلى الصعوبات الواقعية مثل ما أخبرتك عن الاختصاص المكاني وبالتالي رأينا كل هذه الإشكاليات نعم هذا القانون معيب كما وصفت هذا القانون لم يتم تداوله في مجلس النواب تمت المصادقة عليه دون مداولة مداولة المجلس يدعو إلى جلسة غدا للتباحث بشأن هذه الانتخابات برأيك ما المتوقع من هذه الجلسة هل خيار التأخير وارد كما بات يتداول الآن في ليبيا طبعا هي كما قالت المصادر من المفوضي العلي الانتخابات بأن الدعوة جاءت من عقيلة صالح بدون تحديد صفته يعني يفترض وفق المادة 12 المعيبة التي فصلها عقيلة صالح لاستبعاد المرشح الأبرز والذي يخشونه في هذه المنافسة وهو عبد الحميد البيبة المادة 12 التي تقصي أي شخص يتقدم لهذه الانتخابات ويكون في موقع مسؤولية إلا إذا ترك عمله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات والمادة هذه سنت في الأكتوبر للتوضيح والانتخابات مزمع إجراؤها في ديسمبر يعني حتى المادة موضوعيا وزمنيا من المستحيلة التنفيذ لكن عقيلة صالح توقف عن عمله قبل ذلك جهز لهذه المادة حتى لا تطبق بحقه وأخبر حفتر بالتأكيد لأن حفتر كلف بالمخالفة كلف النظوري كقائد عام القوات المسلحة ومش مفروض هو اللي كلف النظوري هو يفترض أن القائد الأعلى اللي هو المجلس الانتقالي هو من يملك تكليف قائد عام في محل حفتر لكن على كل حال هذه المخالفات اعتدنا علي من جانب عقيلة صالح هذه الدعوة الآن جاءت لم يحدد فيها صفة عقيلة صالح لأن إذا وجه هذا الدعوة عقيلة صالح بصفته رئيس مجلس النواب يعني أنه خرق هذه المادة ما نفهم منه من تصرف عقيلة صالح بأن هذا السلوك ربما يكون هناك تأجيل للانتخابات لأن عقيلة صالح يتحرى أن يكون خارج هذه القيود التي وضعها هو في القانون مدام عقيلة صالح سيلتقي برئيس المفوضية إذن عقيلة صالح يمارس عمله هل هذه الدعوة جاءت بناء على البيان الذي صدر من 92 عضو مجلس النواب أم أن هناك شيء ما يطبخ في الخفاء بين عقيلة صالح ورئيس المفوضية الذي مع الأسف الشديد قراراته وسلوكه وحتى تصريحاته المتضارب شيء ما يطبخ مثل ماذا تماما مع ما يفضل أستاذ الشرطاع مثل ماذا يعني مثلا مثل مثل تأجيل الانتخابات أو إلغاء إجراءها أو المحاولة لشق خالطة أخر للطريق يتم من خلالها تكليف حكومة من قبل عقيلة صالح يكمل تكليف رئيس حكومة ويطلب منه تشكيل الحكومة ويستمر في هذه المراحل بإجاز سيد الشرطاع بحالة تأجيل سياسية ماذا يعني ذلك بالنسبة لحكومة تبيبة ومن المسار السياسي عوما أيضا في ليبيا هو مبدئيا يفترض أن إذا تم أي تأجيل فإن تبيبة يجب أن يستمر في عمله ويسلم وذلك ما ورد في خارط طريق على كل حال وما تعاهد به تبيبة نفسه وأن يسلم الحكومة لحكومة منتخبة من الشعب الليبي وإلا ليس هناك أحد بعد الآن طبعا شفنا نحن العجز في لجنة الحوار 75 التي لم تستطيع الوصول إلى قاعدة دستورية وإلى صيغة توافقية في كل الإشكاليات التي عرضت عليها كذلك هذا ما سيحدث من سيكون من الصعب رسم خارط الطريق يتم على أساسها إنتاج حكومة أخرى والغياب للقاعدة القانونية كما نرى سيكون أيضا مخيم على المشهد وبالتالي سينفرد عقيلة صالح يعني هم يحاولون رسم هذه الطريق بأن يقوم عقيلة صالح منفردا بتكليف رئيس حكومة يعني هذا ما يسعونا ليجري وبالتالي نحن عند مفترق طرق يعني نحن سنكون على موعد مع أزمة إذا لم تجرى الانتخابات شكرا وأيضا أزمة إذا أجريت الانتخابات ولم يتم القبول بالنتائج وهذا يعني ما يتخوف منه الآن يعني خوف من عدم قبول نتائج هذه الانتخابات شكرا جزيلا لك أسعد الشرطاء على الخبير القانوني كنت معرفة